عايز بقى اتكلم للحظات عن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي واحط شوية يعني سطور كده او خطوط تحت الحروف وانا قلت الكلام ده الف مرة واقرره تاني ماينفعش ابدا في اي حال من الاحوال انا او غيري بالمنطق وبالعقل بدون اسمها ايه نحرة كده ونرفزة وعصبية من الناس ماينفعش حد يقول ان بيتسو موسيماني مدرب مش ناجح ماينفعش حد يقول ان بيتسو موسيماني مدرب ما اضافش للنادي الاهلي ماينفعش يعني ده مش منطق واحد بياخد اتنين دور ابطال افريقيا على التوالي واحد بياخد برونزيتين كاس العالم على التوالي واحد بياخد السوبر الافريقي واحد بيكمل دوري بتاع فيرال وبياخده واحد بيحقق انجازات بالجملة مع النادي الاهلي حتى قدام غريمه التقليدي بيعمل مباريات كبيرة لنادي الزمالك قدام بيتسو موسيماني بيتسو موسيماني لما يخسر من نادي الزمالك احنا نتكلم دايماً مباريات الأهلي والزمالك هيبطولة في حد ذاتها فبالتالي هو محقق الإنجاز كامل محقق الفول مارك لما يخسر بطولة أو اتنين محدش أبداً ينفع يقول إن بيتسو موسيماني مدرب غير ناجح حاجة واحدة من حقي ومن حقك ومن حقنا كلنا ممكن ننتقد فيها بيتسو موسيماني لو طلع بتصريحات أو بحاجات هي خلاف ما نعتقده عن النادي الأهلي أو خلاف منظومة النادي الأهلي الانتقاد في هذا الأمر هو انتقاد مفهوم ومحمود وطبيعي يعني مفهوش تقليل من الراجع عشان الناس أحياناً بتخلط يقولك آه قبل كده قلت إن موسيماني لما طلع في المؤتمر الصحف شايف دي حاجة ولما نريد نتكلم فنيات وشغل فني لأ بيتسو موسيماني مدير فني كبير بيتسو موسيماني مدير فني محترم بيتسو موسيماني كان إنجاز من إنجازات إدارة النادي الأهلي اللي عملته عملت إنجاز عظيم بالتعاقد مع بيتسو موسيماني تكملت بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي التفاوض معه على تجديد التعاقده أعتقد هيحسن خلال أيام ولكن الراجع النجحة مع النادي الأهلي وبيتسو موسيماني بالمناسبة في المباراة الكبيرة دائماً هتلاقيه حاضر هو ممكن بيتسو موسيماني نتكلم عنه فنان في بعض المباراة اللي بينك وسم مش كبيرة لكن في المباراة الكبيرة بيدرس الخصم كويس جدا بيدرس المنافس كويس جدا بيعرف يشتغل شغل فني محترم جدا سأم قطركم النهاردة المباراة من اللحظة الأولى من الثانية الأولى والهلال فريق في منتهى القوة في منتهى القوة الهلال السعودي في منتهى القوة فريق محترم جدا فريق معموله تشكيلة محترمة جدا من اللاعبين الأهلي تعامل من الديع الأولى بشكل محترم مع هذه المواجهة طبعا الأمور تسهلت بعد التاردين بس من اللحظة الأولى قبل التردين الأهلي كان عامل مبراج بيلا ده بيتسو موسيماني بيتسو موسيماني لما حتى ننتقده فنيا ننتقده زي ما بننتقد أي لاعب في الدنيا أي مدرب في الدنيا بيب جوارديولا حضرتك وانت بتتفرج على منشستر سيتي تيجي تقول ايه لأ بيب جوارديولا أوفر كوتشنج النهاردة ألف انت بتنتقد بيب جوارديولا عادي يعني يعني ده بيحصل مورينيو ينتقد يورجان كلوب ينتقد انتشلوتي ينتقد زين الدين زدان ينتقد بس المدربين الكبار دول هتلاقي الانتقاب بتاعهم دايما قليل دايما مش كتير بيبقى عندهم غلطة ولا اتنين مباراة وحشة أو مباراتين مش على طول بيلعبوا مبارات وحشة بيلعبوا مبارات كبيرة أكتر من المبارات القليلة بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي هو ده ممكن يلعب مباراة وحشة ممكن يخسر بطولة ممكن ما يقديش كويس وتعالى بقى على دي بيتسو موسيماني أداء الأهلي معاه مش ممتع بس الأهلي معاه فرقة تقيلة قال له سكيروش المدير الفني المنتخب مصر أداء منتخب مصر معاه مش ممتع بس فرقة تقيلة وده الفايصل في أي فريق كرة قدم في العالم أي فريق في العالم يبحث انه يبقى فريق تقيل يقدر يكسب زي ما هو عايز ويقدر يتعامل مع المبارات زي ما هو عايز تكتكان يبقى فريق محترم ومنظم هو ده أي فريق في العالم بيبحث عن النجاح الموتع بقى تيجي بعده وبصراحة كده هو ما فيش في العالم فريق ممتع أو منتخم ممتع غير منشستر سيتي مع بيب جورديولا الناس اللي بتفرج على كورة البقائين كله بيشتغل تاكتك وبيشتغل شغل فني محترم يخلي الفرقة تقيل فمسيماني الأداء معاه آه مش ممتع بعض الناس بتقولك لا المسيماني يصلي ويمشأ عشي الأداء مش ممتع يا سلام هو أصلا تاريخيا النادي الأهلي كان دائما يبحث عن البطولة لا يبحث عن الأداء الممتع آه جات له فترات كان بيقدم أداء ممتع مع جيل زهبي من 2005 وانطلع بس في العادي أداء النادي الأهلي دائما هو أداء عملي يكسب بطولات يعرف إزاي يكسب بطولات مسماني بيعرف يكسب بطولات عشان كده أنا شايف أنه النادي الأهلي ضروري جدا أنه يجد التعاقده مع مسماني بشروط النادي الأهلي بتتوافق طبعا مع مسماني دي كلها أمور إدارية أنا مليش فيها بس لو بتكلمني فنيا أو بتكلم عن رأيي لا طبعا موسيماني لازم يكمل مع النادي الاهلي طبعا لازم يكمل مع النادي الاهلي بس يبقى الاتنين متفقين والنادي الاهلي زي ما خد من موسيماني كتير دايما بنقول إن موسيماني أضاف له النادي الاهلي كتير جدا جدا طبيعة الحال ولما بنزعل من موسيماني في تصريحات أو حاجات في المؤتمرات الصحفية أو تصريح صحفية بيقولها في صحف جنوب أفريقيا أو خلافه بنزعل على النادي الأهلي مش بنزعل على موسيماني إحنا النادي الأهلي مش معتدين منه على كده لكن فنيا لا خلاف على قدرات موسيماني الكبيرة جدا جدا مدرب رائع وناجح جدا مع النادي الأهلي وقبل النادي الأهلي أنت بتتكلم حاليا بيتسو موسيماني هو أفضل مدير فني في القرى الأفريقية بقاله 3 أو 4 سنين ده بشكل واضح سواء كان مع النادي الأهلي أو لما كان مع نادي سانداونز طول الوقت مميز وطول الوقت بيحقق بطولات وإنجازات حبيت أتكلم كمان عن بيتسو موسيماني